اشتركوا في القناة ماذا يحدث في التحكيم المصري خلال الفترة اللي فاتت وانا قلت لحضراتكم قبل المباراة السابقة قبل المباراة نادي سموحة ان التحكيم المصري هو النادي الاهلي بيثق فيه لانه نادي الوطنية الكل دلوقتي بيتجه او بيرجع مرة تانية انه هو يقول نفس الكلام اللي احنا كنا بنقوله لحضراتكم من حوالي اسبوع قبل المباراة نادي سموحة تحكيم المصري تحكيم كلنا بناثق فيه كلنا عندنا ثقة كبيرة في مجموعة الحكام المصريين وبالمناسبة مجموعة الحكام المصريين هم اللي حياخدوا التحكيم او هم اللي حياخدوا الدور العام الى بر الامان ده شيء مهم جدا ويجب أن يكون الجميع عارف هذا الموضوع موضوع مهم وموضوع بنتكلم فيه كل مرة وكل أسبوع خلال الفترة اللي جاية بالكامل هنتكلم عن هذا الموضوع ليه ليه هنتكلم عنه مرة تانية وحنقول لحضراتكم نحن بنثق ثقة شديدة جدا في التحكيم المصري لأن النادي الأهلي هو نادي الوطنية هو النادي اللي دايما بيقف خلف أي منتج مصري أنا بسميها منتج أو أي حاجة مصرية رحية النادي الأهلي دايما بيقف خلفها ليه أنا بقول لحضراتكم الكلام ده لأنه الجميع المنافسين للنادي الأهلي والمتنافسين في الدور العام المصري سواء على الهبوط أو في وسط الجدول على المراكز الثالث والرابع والخامس والكلام ده كله الكل بيشتكي من الحكام الكل بيضغط على الحكام كل المنافسين بيضغط على الحكام كل المنافسين خلينا أكلم مع حضراتكم عن منافسي النادي الآلي هو نادي الزمالك نادي الزمالك بيضغط بكل الطرق على التحكيم المصري خلال الفترة الأخيرة من حقه بالمناسبة هو حر ما عندناش أي مشكلة في هذا الكلام ولكن إحنا برضو لازم نقول إيه إحنا بناثق في الحكام على الرغم من إيه؟ على الرغم من الأخطاء والأخطاء الكبيرة والكثيرة خلال الفترة الأخيرة اللي كانت بتخلي النادي الأهلي إما يفقد نقاطي إما يفقد دوري دوري هو متعود دايما ياخده متعود بعرقه بلعب لعبيه وبجهازه الفني وتفكير جهازه الفني ياخده دائما لكنها في النهاية هي منظومة كبيرة ومنظومة شاملة وكملة لكل شيء التحكيم عنصر أساسي في مصر اللي أنا عايز أقوله أو اللي أنا بتكلمه مع حضراتكو ده لأنه بكرا إن شاء الله عندنا مباراة مهمة عندنا مباراة أمبي ضد نادي الأهلي أو نادي الأهلي ضد نادي أمبي مباراة مهمة جدا سواء لنادي الأهلي أو لنادي أمبي كل اللي إحنا بنطلبه دائما هو العدالة لا نطلب شيء آخر بالمناسبة أن يكون هناك حكم على قدر هذه المباراة نادي أمبي عايز يكسب النادي الأهلي عشان ياخد ثلاث نقاط ويبعد عن المنطقة الهبوط النادي الأهلي عايز يكسب هذه المباراة عشان يواصل ويبتعد بالصدارة أكتر وأكتر وبالتالي يجب أن يكون هناك تحكيم كف إلى هذه المباراة الكل بيدغط على الحكام الفترة اللي فاتت وخصوصا الحكام المصريين عشان عارفين أن الحكام المصريين حييجوا يحكموا للنادي الأهلي في المباراة القادمة زي ما النادي الأهلي أقر وقال قال إن أنا مش هلعب دائما بالحكام المصريين إلا في ظروف معينة معروفة إيه هي فثقاتنا الكبيرة في حكامنا المصريين هي ثقة كبيرة جدا جدا على رغم من الأخطاء بنوري لحضراتكم دائما الأخطاء اللي بتبقى دائما موجودة واللي هتفضل موجودة بالمناسبة ولكن إحنا عايزين نقللها على قد ما نقدر عايزين الحكام يركز سواء للنادي الأهلي أو لنادي أمبي بالمناسبة أنا لا أتكلم عن حكام يجي يحكم للنادي الأهلي إن أنا ده ما بيحصلش كل الكلام اللي كان بيتقالي الأربع خمس أيام اللي فاتوا وهدحكوا النهاردة هعرفكم ودي إيه إن فيه ناس ما بتعملش حاجة في حياتها غير إثارة الجمهور فقط حاجات يعني ما بتعملش حاجة في حياتها غير إثارة الجمهور هقول لكم إزاي لكن